زار نتانياهو باريس قبل أقل من عام ولم يرد ماكرون الزيارة بعد يقول الإسرائيليون أن زيارته أجلت ويقول الفرنسيون أن الرئيس لم يبرمجها أصلا كي تؤجله بل اتفق عليها دون تحديد تاريخ الاستطان وقمع الاحتلال لمسيرات غزة في طليعة الأسباب غير المعلنة لعدم تحديد موعد الزيارة منذ إعلان سلطات الاحتلال قبل أسبوعين السماحة ببناء أربعة ألاف مسكن في مستوطنات الضفة تشددت لهجة الإدانة الفرنسية الناطقة باسم الخارجية هنا اعتبرت الاستطان مخالفا للقانون الدولي قلنا بوضوح أن الاستطان مخالف للقانون الدولي المشروع الاستطاني الجديد يفرض مشكلة لأنه يؤثر على أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية وننتظر من الحكومة الجديدة في إسرائيل التخلي عنه وما لم تسمح به اللهجة الدبلوماسية الرسمية قاله لنا وزير خارجية فرنسا الأسبق إيرفي دو شاريت أسطورة اليهودي الذي حكم عليه تاريخيا بالمنفى والسعي أبدا للعودة إلى موطنه حلت محلها أسطورة الفلسطيني المتشرد المحكوم عليه بأن لا يكون لديه وطن يعيش فيه بسلام رغم الموقف الفرنسي المتقدم لناحية إدانة الاستطان والاحتلال إلا أن الرئاسة الفرنسية لم تذهب بعد إلى حد الاعتراف بدولة فلسطين الذي سبقتها إليه دول أوروبية أخرى أكثر من أربع سنوات مرت منذ تصويت مجلسين نواب والشيوخ الفرنسيين لصالح الاعتراف بدولة فلسطين لكنه يبقى اعترافا غير ملزم للسلطة التنفيذية التي اختارت في عهدي أولوند ثم مكرون تأجيل الاعتراف متذرعة بقرب الإعلان عن مبادرة لم تعلن في النهاية وبانتظار الخطة الأمريكية للحل حسين غنيبر العربية تاريس